جدران مدمرة وفصول محطمة وبقايا أسلحة وذخائر ومظاهر خراب تعم المكان هذا ما ستقع عليه عينك فور دخولك لمدرسة الوحدة بمنطقة العزيزية التي كانت الشاهدة الأولى على المعارك والاشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات حفتر التي عبثت بالمدرسة وأضحت غير قابلة الإصيانة والتجديد إلا بإعادة البناء بعد أن كانت منارة ينهل الطلبة منها العلوم المختلفة كانت من أقوى ومن أحسن مدارس بمنطقة العزيزية يمان تعليم العزيزية ومشهودة بالعطاء ومخرجة دكاترة وناس متعلمة يعني كانت من أرقى وأحسن نوع المدارس وخصوصا بعض الصيانة الحديثة لسارة هذه المدرسة فأني ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل صغير يعني ما عاش تعرف حتك الأضرار التي لحقت بهذه المؤسسة التعليمية تبدو متعمدة كنوع من التخريب الذي يعد سمة بارزة للميليشيات المعتدية على غاصمة البلاد لتلحق بمرافقها الخدمية وأحيائها السكنية الخراب والدمار هذا المرفق التعليمي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإعادة بنائه في ظل الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد فمن سيعود الطلبة في مقاعدهم وأماكن درستهم لسيما وأن أقرب مدرسة من الحي تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن مدرسة الوحدة المدمرة حطام هذه المدرسة كان شهدا على حرب طاحنة دارت داخل منطقة العزيزية لتكون عائقا أمام عودة الطلبة في بيئة تعليمية خصبة فالقذائف العشوائية لم تترك باحتها ولا فصولها معتصم بوجناح لقناة ليبيا بانوراما العزيزية ولاد تليس